السلام عليكم إن شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا تقويم ودعم وتوليف التعلمات صفحة سبعون تمرين رقم واحد أكتبوا مكانا كل نقطة عددا مناسبا نحن لدينا العدد الكثري اللي هو أربعة على سبعة مضرب في خمسة على ستة إذن فأربعة مضربة في خمسة تساوي عشرون وسبعة مضربة في ستة تساوي اثنان وأربعون ثم تسعة على تمانية مضربة في كم تساوي تمانية عشر على أربعة وعشرون إذن فعدنا تسعة مضربة في حد العدد كتطينا تمانية عشر إذن تمانية عشر من مضاعفات تسعة أي تسعة مضربة في اثنان إذن قم نضعه هنا اثنان وتمانية مضربة في كم تساوي أربعة وعشرون إذن تمانية مضربة في ثلاثة تساوي أربعة وعشرون ثم سبعة على اثنى عشر مضربة في أربعة على خمسة تساوي كم على خمسة عشر إذن فهنا عدنا العدد 12 يساوي 3 مضربة في 4 إذن فهنا نختازه بـ 4 إذن فهنا 3 مضربة في 5 تساوي 15 إذن 7 مضربة في 1 تساوي 7 إذن هنا قد نضع 7 ثم 5 على 7 مضربة في 3 على كم تساوي 15 على 28 إذن 5 مضربة في 3 تساوي 15 وسبعة مضربة في 4 تساوي 28 ثم إذن كم على 9 مضربة في 2 على 9 تساوي 10 على كم إذن فهنا إذن 2 مضربة في كم تعطينا 10 إذن فإثنان مضربة في 5 إذن هذن نوضعه هنا 5 ثم 9 مضربة في 9 تساوي 81 ثم 15 على 23 3 وعشرون مضربة في كم على 7 تساوي 60 إذن فالعداد باش غضي نوجده اللي غضي نوضعه هنا إذن غضي نخطو 60 مقسومة على 15 غضي نوجده العدد اللي هو 4 إذن 15 مضربة في 4 تساوي 60 و23 مضربة في 7 تساوي 100 وواحد وستون ثم 8 على 9 مقسمة على 4 على 3 إذن 8 على 9 مضربة في مقلوب العدد الكسري اللي هو 4 على 3 أي 3 على 4 ثم 5 على 4 مقسمة على 3 على 2 إذن فخمسة على 4 مقسمة على 3 على 2 تساوي 5 على 4 مضربة في مقلوب العدد اللي هو 2 على 3 تساوي 5 مضربة فيه 2 على 4 مضربة فيه 3 12 إذن غضي نوضعونا 10 على 12 ثم 9 على 7 مقسمة على 5 إذن تساوي 9 على 7 مضربة في مقلوب العدد الكسري اللي هو 5 على 1 أي 1 على 5 تساوي 9 مضربة في 1 تساوي 5 مضربة في 7 5 وثلاثون إذن نكتب 9 على 5 وثلاثون ثم 12 على 5 مقسمة على 4 إذن تساوي 12 على 5 مضربة في مقلوب العدد الكسري اللي هو 4 على 1 أي 1 على 4 4 أربعة وعشرون على 9 مقسومة على كم تساوي تمانية عشر أو واحد العدد اللي هو على تمانية عشر إذن 24 على 9 مقسومة على واحد العدد الكسري اللي اعطينا واحد العدد الكسري اللي مقام تياله هو تمانية عشر دان فا دائما نضربه واحد العدد الكسري في أو لك نقسمه على واحد العدد الكسري آخر فا نضربه في المقلوب ديال هاد العدد دان فا وجدنا البست المقام تساوي تمانية عشر إذن فا 9 مضربة في 2 دان فا غيكون إذن البست هو 1 إذن فا غضي ساوي 24 على 18 دان فا غضي نوضعه 2 على 1 دان بمعنى نضربنا في المقلوب إذن نقدر نحصله على 24 على 18 ثم 15 على 12 مقسومة على كم على 2 تساوي 1 على كم دان 15 على 12 مقسومة على كم على 2 تساوي إذن وجدنا 1 على كم إذن فا دائما نضربه العدد الكسري الأول في مقلوب العدد الكسري الثاني إذن مضربة في مقلوب ديال هذا هو 2 على كم دان فا حصلنا على 1 دان فاعدنا 15 مضربة في 2 تساوي 30 إذن هنا عدنا 30 دان فا أكيد أن نختزلنا بتلاتون باش وجدنا هاد البست كساوي 1 إذن فا غضي نكون عدنا هنا العدد اللي هو أو قبل ما نوصله العدد اللي غضي نحصله هنا غضي نضربه هاد 12 في 1 العدد باش غضي نوصله على إذن ثلاثون مضربة في كم إذن فا هنا إذا ضربنا 12 في في كم غضي نعطينا 1 للعدد اللي غضي نختزله ب آآ بتلاتون غضي نبقى لنا هاد العدد إذن فا كنعرفوا بإنه 12 مضربة في خمسة غضي نعطينا 60 إذن فا 60 كنساوي 3 مضربة في 2 إذن فا هنا غضي نحصله على إثنان بعدما اختزلنا بثلاثون قتلنا إثنان إذن فالعدد اللي آآ لازمنا هنا هو العدد خمسة إذن هنا عدنا خمسة ثم هنا عدنا إثنان ثم نمر التمرين إثنان تقاسم أربعة أشخاص أربعة على سبعة من قطعة أرضية يبلغ قياس مساحتها الكلية 21700 متر مربع ألف أحسب الكسر الذي يمثل قياس المساحة التي حصل عليها كل شخص ثم أحدد قياس المساحة التي حصل عليها كل شخص إذن أول حاجة غضي نحدده العدد الكسري الذي يمثل مساحة أو قياس المساحة التي حصل عليها كل شخص إذن فغضي ناخده هذه المبيان لتكون هذه القطعة الأرضية متلا على هذه المبيان إذن فهذه القطعة الأرضية تجزئت إلى سبعة أجزاء واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة إذن فهذه الأشخاص تقاسموا القطعة التي تمثلينا أربعة أو المساحة التي تمثلينا الأربعة على سبعة من هذه القطعة إذن فهذه الجزء هو الذي يتقاسمه هذه الأشخاص الأربعة وقلنا هذا الجزء يمثلون لنا هذا العدد الكسري وهو أربعة على سبعة إذن فهذه الأشخاص تقاسموا على العدد الكسري يمثلينا كل أو حصة كل شخص إذن فغضي نقسمه هذا العدد الكسري على أربعة إذن فإذا قسمنا هذا العدد الكسري على أربعة إذن غضي نحدده أولا إذن فالكسر الذي يمثل من قياس مساحة كل شخص هو أربعة على سبعة مقصومة على أربعة إذن فأربعة على سبعة مضربة في مقلوب أربعة اللي هو واحد على أربعة إذن فغضي نختازله بأربعة وغضي بقى لنا نصيب كل واحد هو واحد على سبعة ثم مساحة التي حصل عليها كل شخص إذن فالمساحة اللي غضي يخضها كل شخص هو مساحة الكلية ديال هذه القطعة الأرضية مضربة في العدد الكسري اللي كمتلينا مساحة اللي غضي يخضها كل شخص إذن واحد نوعشرون ألف وسبعمائة مضربة في واحد على سبعة تساوي تلات ألاف ومئة متر مربع والفادي هي المساحة اللي غضي يخضها كل شخص بعد تقاسم أربعة على سبعة من مساحة الكلية لهذا القطعة وهي واحد ومعشون ألف وسبعمائة متر مربع ثم تمرين ثلاثة ألف أرسموه في دفتري متوازي أضلع جانبه هذا هو متوازي الأضلع ديالنا على الدفتر غضي ناخده أول حاجة غضي نرسمو هذا الضلح مثلا ناخدو هذا الضلح أو هذا الضلح وهذا الضلح إذن نبدأ ب ديالسي مثلا نرسمو ديالسي هندي هو ديالسي ثم ديالسي ديالسي نجول لعد النقطة أ ونشؤوا واحد القوس ثم ناخدو هاد القياس اللي هو ديالسي ونجول لعد النقطة سي ونشؤوا القوس ثم تقاتع هاد القوسين كحددو لنا النقطة آآ باي ثم نكملو إنشاء هاد المتوازي الأضلع ننفع هذا النقطة هاد الضلح ثم هاد الضلح ننفع بهاد طريقة حصلنا على متوازي الأضلع ثم النقطة منتصف الضلح آآ باي إذن هادي آآ باي منتصف ديال هاد القطعة إذن فقد نشؤوا هاد المنتصف دائما بواسطة البركار إذن غادي نجيل عند النقطة باي ونحدد واحد القوس من الجهتين ثم عند النقطة آ ونحدد القوس من الجهتين إذن ثم ناخد المستارة كأنني غادي نصيل بين هاد النقطتين ولكن غادي نحدد فقط النقطة اللي هي كتمثلينا المنتصف وهي النقطة آآ بنفس الطريقة غادي نحصله على النقطة آآ في المنتصف الضلح دي سي أو سي دي ونحدد ونحدد القوس الآخر إذن فتقاطع هاد القوسين هفوان غادي ناخد من الجهتين إنني بغادي المنتصف زيال هاد الضلح نفس الطريقة كأنني غادي نرسم هاد المستقيم اللي حددته بد النقطتين ولكن غادي ناخد فقط النقطة ف ننفع هذا هو الشكل ثم بأقارن بين قياسي مساحتي متوازي الأضلع آآ أآ سي أف وآ بي سي دي ننفع هذا هو الشكل والمطلوب هو مقارنة بين مساحة متوازي الأضلع آآ أآ سي أف اللي هو هذا آآ أآ سي أف لمنون ومساحة آآ متوازي الأضلع اللي هو آآ بي سي دي ننفع إذا لاحظنا ننفع عندنا هذا القياس يسوي هذا القياس يسوي هذا القياس يسوي هذا القياس إذن ف إذا قسمنا هذا متوازي الأضلع إذن فاخذينا مثلا هذا القضر دياله هدا مغضي نحصل على كيف ما كنلاحظو هنا عندنا متلات للقايدة دياله آآ تقويس مساحة قاعدة هاذ المثلات ثم هاذ المثلات قاعدة كذا حذي المثلات قاعدة قاعدة هذه المثلات الثلاثة اذا فهذا المتوازي الأضلع وهي مساحة هذه المثلاتات ثلاثة اذا فتساوي مساحة المتلات الواحد مضربة في ثلاثة. ومساحة هذا المتوازي الاضلع هو A E C F. فهي مساحة هاد المتلاتين. اذا وقلنا ان هاد المتلاتات الاربعة. فهي متقيسة. اذا فمساحة هاد المتوازي الاضلع هو A E C F هي النصف مساحة متوازي الاضلع لهو A B C D. ذا للمقارنة نكتب مساحة توازي الأضلع AECF تساوي نصف مساحة متوازي الأضلع A, B, C, D